بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فور بارت تو بروسيدور فور ديزاين اوف بورتال فريمز ايه هي خطوات التصميم بتاعة فريم زي ما احنا شايفين هنا ده مصنع مستخدمين في فريمز اللي فريمز دي بتتكرر كل مسافة معينة اس ممكن تبقى من اربعة الى خمسة متر طب ايه اللي بيبقى موجودة عندي بيبقى موجودة عندي مجموعة من الساكندري بيمز اللي هي حيبقى بينها السب يبقى هنا في الفريم اللي هو عبارة عن كولم بلاس الجردر في ساكندري بيمز في السلاس ايه هي خطوات التزاين طبعا في حالة الفريم بنصمم من فوق لتحت يعني بنبدأ تصميم الايتمز العلوية لغاية ما بتوصل الى الفاونديشن فاول خطوة بنقول الدزاين بتاعة الاسلابز ان احنا بنحدد الحمل العساق سواء كان dead load والlife load وبنحسب الworking load او ultimate load وبعد كده بنصمم البلطات والبلطات دي غالبا بتبقى one way solid slab المرحلة التانية بنعمل تصميم ابتدائي للكامرات والاعمدة بمعنى ان احنا بنختار ابعاد للكامرات والاعمدة وبعد كده بنبدأ نعمل عليها الاناليسز بمعنى ايه الاناليسز بنبدأ نحسب اللودز الموجودة على البيمز وعلى الكولمز الخطوة اللي بعد كده بنعمل الديزاين بتاع البيمز والمقصود بالديزاين بتاع البيم اللي هو الساكندري بيمز ودي بتبقى كامرات مستمرة ونحسب عليها اللود اللي جاي من الاسلاب نحسب المومنت نحدد الساكاشن نبدأ انطلع حديد التسليح الستابة اللي بعد كده وديت بقى مهمة جدا اللي هي الديزاين بتاع الكولم دوت بنشوف الكولم دوت الاحمال اللي عليه سواء كانت احمال رأسية اللي هي الالتيمت لود والمومنت اللي عليه ونشوف الاحمال ديت هل حتسبب باكلنج على العمود بمعنى هل هو سلندر كولم ولا شورت كولم الخطوة اللي بعد كده اللي هي الديزاين بتاع الفوتينج ان احنا بناخد الاحمال اللي موجودة على الكولم ونبدأ نوديها للفوتينج ونبدأ نعمل الديزاين ونشوف القواعد المطلوبة ابعادها كام وحديد التسليح فيها كام